جانلكم من جديد مشاهدين نعود نرحب بكل ما ننظم والتحاق بنا في هذا الصباح كل ما نختار قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العامة وليران ملتفين حول مائدة فطور الصباح نقول لكم استمتعب فطوركم لازم يكون غني جداً فيتامين سي لازم يرفقكم لأنه هذا النقلة الموسمية فيها كثير من رشحات برد لتأثر عليكم كثير أكيد بتالي يجب الاكثار من كل ما هو مشروبات وسوائل عصائر بالخصوص فيتامين سي و لو حضر معنا بقوة اليوم بحضور زميلتنا شعاد بن صافي التي ستستعرض فقرة أم وطفل و رح نشوفه وش العلاقة بين الأم وطفلها و أيضاً عصير البرتقال صباح الخير لصفي صباح الخير الشرق مقدمة طويلة صح؟ رائع عصير صباح الخير لكل المشاهدين طبعاً البرتقال من نعرفه أنه غني ببيتامين سي كل الناس تستعملوه لرشاحات البرد و الأنفلونزا ولكن اليوم نتكلموه على فائده للطفل وحتى لمرأة الحامل هو المرضعة فعندنا سألنا سؤال في صفحة البرنامج حول الموضوع؟ حول الموضوع شوفوا تعليق ونعودوا لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختلفت الأراء والتعليقات في كل مرور جديد تحيي لكل المغردين اللي تواصلوا مع صفحاتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي وفي دون كثير من خلال تجاوبهم عبر الأسئلة التي تطرح صح لطفية في كثير بالأمهات تقول لك نقدمها بأشكال مختلفة خاصة يعني نعرفه التي نفيها كثير من العصير خاصة في فترة الشتاء وهي غنية بفيتامين سيف بالتالي لما في هذه الفترة ربما الأطفال وحتى المرأة الحامل راح تتصاب بأمفلونزا وأو الرشح فهنا حيقللها من ممكن أنه يساعدها ويقويلها المناعة قلنا أنه كيفاش تقدموا للطفل وحتى لها ممكن أنه عصير برتقال يعني يتحصر القارس فدائما أنه المخصصين في التغذية يقول لك يحذروا من السكر ممكن أنه نقدمه طبعا طبيعي راه متواف فيقدموه على شكل عصير للأطفال يقول لك دايما لما تعصر يعني طفل هذه كبرتها بزارة فقفت في قلنا أنه نقدموه على شكل عصير فيقول لك نصف حبة للطفل يبدأ مننا ست أشهر فنصف حبة تكفي علش لأنه دايما لازم تزيد له الماء المعدني فيكون كونسانتخي فيضروا الفلا في المعيدة لكن ربما نضيف أول نصيحة لازم يتقيد بها كل شخص أنه يغسل الحبة تانتشينا قبل ما يبدأ يعصر فيها صح وهذا وش درنا احنا طبعا نعفو أنه في مواد اللي يستعملها الفلاح وفي أيضا بعض فدايما الفاكية لازم تغسل سواء كبرتقال أو فاكية ويقول لك لفات فيها قشور قشرة هي راح تحميها ولكن دايما لي الدين رايحيني أطرع قلت أنه فيها كثير من المعادن والبيتامينات اللي تعزز صحة الطفل وتعزز أيضا نمو قلت تبدأ تعطيها البرتقال من سن ستة أشهر وكنا شفنا التعليقات قلت أنه في بعض الأطفال نعطيها لهم ما يحبها هكذاك يعني ما يحبهاش عصير خاصة لما تعطيها له في البيبرون ولما يصعب عليها ولكن في ستة أشهر أعتقد أنه تعطيها له أحسن عصير بالإضافة إلى أيضا يقول لك في مرحلة النمو وعصير البرتقال أو البرتقال بالنسبة للأطفال اللي يتناولوا التينافي يقول لك اللب مفيد جدا للأطفال خاصة أنه فيه ألياف كثيرة فراح تساعدوا على الهضم أيضا قلنا يقي الأطفال من كثير من مرض الكساح اللي هو عن صباح عند الأطفال فممكن من خلال تناول البرتقال أو الشرب في البرتقال بشفاء لطفي يقول لك في مرحلة النمو يحتاج إلى الكثير من الكالسيوم والبوتاسيوم البرتقال يحتوي على كثير من البوتاسيوم والبوتاسيوم والبوتاسيوم والفيتامين سي والكالسيوم كالسيوم اللي يحتاج الطفال نعرف أنه يحتاج الطفال في مرحلة النمو خاصة للعيد حتى البرتقال فيه الكالسيوم فيه كالسيوم وفيه كثير من المعادن يعني ممكن أنه دايما نركزه على فيتامين سي طبعا الارتباطها بالفصل فيتامين سي نحتاجوه أكثر في فترة الشيطاء خاصة أنه نزلت البرد وإلى غير ذلك أنا كنت قرأت إحدى الدراسات ما انتبتش على اسم الدراسة بالضبط يقولوا أنه القشرة تشينكي تقشرها الغلاف الأبيض هذك اللوب لا مش اللوب الدخلاني هذا اللوب الغلاف كان قشرة بيضاء غلاف هذا الأبيض كان بزاف نسمية يكلوه شي نحوه يقشرها ملح ويرميه في حين أنه يقولوا أنه فيها بزاف فوائد القشرة البيضاء هذك مفيدة جدا للالزايما والذاكرة هذه معلومة لازم تاخذوا بها فالفروفيتي والناس يأكلون هذه الفاكهة اللي موجودة وممكن أن نراه فيه أواخر يعني فيها مع دخول الربيع ممكن أنها رح تكون حتى الفصل الشتافة فنحاول أنه نختنم فرصة وجودها في الأسوأ قلنا إذن بالنسبة لي ممكن أنه البرتقال يقلل من الإمساك كنت تكلمت لي لطفي على هذك الغشاء الأبيض اللي موجود تحت القشور فهذاك يقول لك فيه كثير من الألياف اللي ممكن أنه تساعد على الهضم وبالتالي رح يساعده على الألياف بش فالطفيه فقلت أنه أيضا بالنسبة لي البرتقالي يقول لك يقيم كثير من الأمراض لتعزيز جهاز المناعة فعنده قوة كبيرة في تعزيز جهاز المناعة نعم كثير كانت هذه بعض المعلومات مثل كل الفاكهة الموسمية يعني بعض الفواكه ممكن أنه نهرسوها لكن تشينا ممكن أنه نقدموها للطفال ممكن يعني حتى بالنسبة للأطفال اللي ممكن يسنوا يعني يخرجوا الأسنان فتساعدوا أكثر على ممكن الألم ولا ممكن أنها تعطيها شكرا لك كان موضوع مفيد جدا حتى استفدت كثير من خلال اختيارك الموضوع من خلال العصير وحتى الفوائد المديثية شكرا لك سعاد مشاهدينا مكملين في فقراتنا ومحطاتنا أرى حين على فاصل راجعك فضلك